السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معانا انا شايف المقدمة دي بصراحة انا حاوتت ان انا اجهزها واتكلم عن السيدالة وعلى دراجي انفورميشن في يو اس اي بس بصراحة من ضمن الحاجات اللي استوقفتني ان انا لقيت في مصدر لعلم السيدالة في العالم العربي او في العالم الاسلامي حبيت اذكر ليكم عشان فعلا كنوع من انواع حاكتين شحز الهمم ان احنا فعلا كان عندنا علماء عرب تميزوا جدا في العلم السيدالة واكيد حضرتكم عارفين الكلام ده بس انا حبيت اراجع عليكم اراجع سريعة حاجة لتانية عشان يبقى قدوة لنا تدينا نوع من انواع الاغرنس ان احنا نكون متميزين في مجال السيدالة يمكن والله دي الهدف او الفيجن الرئاسية لنا منفذك ان يكون في فعلا سيدالة على مستوى العالم العربي ويقدروا فعلا ان هما يطبقوا السيدالة بسهولة وفي نفس الوقت يقدروا ان هما يكونوا رول مودل او ليدنج باي اجزامبل فأماكن عملهم للتطبيق الامثل للممارسات السيدالية في البداية نحدق بتعريف السيدالة ايه هي السيدالة؟ تعريف بسيط من الكبير دي السيدالة هي عبارة عن The science and technique of preparing and dispensing medications أو drug ان انا اعمل preparing and dispensing the drugs or medication is a health profession that link health science with chemical science احسن علم او العلم اللي يربط العلوم الطبية بالعلوم الكيميائية او chemical science هي السيدالة انا عندي طبيب بيعمل prescribed medication وفاهم الdiagnosis انا كسر اضالي لازم اكون فاهم المدكيشن اللي انا هستخدمه مع الدزيز ده ايه يمكن ظهر علم clinical pharmacy زي ما هنتكلم بعد شوية اللي خليني اربط الدزيز بتاع البايشن وايه ال condition بتاعت البايشن او medical condition اللي عليها انا هستخدم المدكيشن عشان لما يكون فاهم من البايزيكس هعرف اخد decision صح في البايشن لو هو في drug interaction او pharmacological parameters وهكذا المهم عشان من روح في بياند الوبجيكتز بتاعتنا السيدالة هي العلم اللي بيربط health science بالchemical science والهدف منه to ensure safe and effective use of pharmaceutical drugs الكام سلايد الجايين دولات سيبقوا باللغة العربية لان فعلا حبيت نشأة علم السيدالة اللي احنا نعرفها لان هي ليها اصول كتيرة جدا ما نشأت من قبل التاريخ نشأة في وقت في العصور العرب في الاغريق في البطالية في العصور القديمة عند قدماء المصريين عند الصينيين عند الاغريق شعب العالم الاسلامي في نشأة العلم السيدالة مهمة جدا انا حبيت ان انا اسكرها من عرضه كنوع من انواع nomination لنا احنا كعرب ان فعلا السيدالة علم له جذور من العرب من علماء العرب وهذا يعطينا بعض ان انا احاول ان فعلا يكون لي بصمة او اثر في الوظيفة بتاعتي او المهنة بتاعتي لما نتكلم عن نشأة علم السيدالة كان في البداية خالص فعصور ما قبل التاريخ كان فيه التداوي عند العرب بزهور النباتات كانوا بياخدوا بتاع النباتات وكانوا او او حتى طبعا ما كانتش في اكستركشن ساعتها ان هما يعملوا اكستركشن من النباتات كانوا بياخدوا النباتات ديته يحطوها على الجروح او الحضوة في الاماكن لتوجههم وكانوا بيقدروا ان هما يتشافوا بيها بزخر عبد العرب علم تداوي بالنباتات بزهور نباتات في نشأة او عصر مقابل التاريخ وبعد كده تطور الامر في العلماء العرب زي جابر ابن حيان فيه الكيمياء اللي هو عمل تطور فيه علم الكيمياء بتاعت الادوية وبعدين بعدها العالم ابن البلطار انتقل كثير جدا فيه جبال الشام وبدأ ياخد صور الاعشاب وبدأ يستخدمها فيه العملية العلاجية وبدأ يعمل بعض التصانيف فيه الادوية ده كان العالم ابن البيطار وبعدين ظهر كتاب الطب في العصر البريوني الكتاب ده كان رائع جدا وكان غني بالمعلومات عن تاريخ علم السيدالة وبعض المصطلحات وبدأ يصنف الادوية على شكل كذا حاجة يا اما حاجة غذاء يا اما حاجة دواء يا اما حاجة سموم ده كان اول حاجة فيه القرن العاشر القرن الحادي عشان بعد كده مازلنا في نشأة العلم السيدالة في بغداد كان تأسيس اول سيدالية كانت سنة سمعمية تلاتة وخمسين ميلادين اثناء فترة الخلافة العباسية وفترة العصر الذهب من الاسلام بعد كده ظهر العالم العالم احمد بن زكريا الرازي كان سنة 865 الى سنة 915 وعمل على تطوير الاستخدامات الطبية المواد الكيميائية وبعدين العالم البريوني كان تسعمية تلاتة وسبعين الى 1050 وكان كتب اكثر الكتب الاسلامية قيمة في علم الادوية كتاب السيدالة ووضع في كل المعلومات التفصيلية عن الادوية وحد الدول السيدالية والهدف بتاعها ده كان عالم البريوني سنة 973 بعد كده العالم الميسينة طبعا هو غني على تعريف كلنا عارفينه وصف ما لا يقل عن 700 تركيبة مختلفة في السيدالة وطبعا عمل كتاب رائع جدا جدا مجلد في الادوية البسيطة سماء القانون في الطب كان من الكتب الرائعة جدا ده العالم البريوني سينة ما زلنا في نشأة علم السيدالة انتقلنا من العالم الاسلامي الى اوروبا بدأت المحلات اللي بتشبه السيداليات موجودة في القرن الثاني عشر في عام 1240 ميلاديا كان فيما بدأ يصدر مرسوم انه يفصل بين المهنتين مهنة الطب ومهنة السيدالة وهنا تم افتتاح اول سيدالية في اوروبا عام 1241 بعد ما فصلنا من الكومين الاثنين ان علم الادوية مختلفة عن علم الامراض او دراسة الطب مختلفة عن دراسة السيدالة وبالفعل تم انشاء اول سيدالية في اوروبا سنة 1241 في تيرير في ألمانيا على فكه السيدالية دي ما زالت موجودة الى الان انا اسمع بصراحة الموضوع ده فمن الحاجات الرموز الرائحة جدا البعد فصل علم السيدالة عن علم الطب هنا بدأ ينشأ علم السيدالة بدأ ينشأ السيدالة الحديثة بمسمياتها اللي احنا شاكمينها دلوقتي بعد انشاء السيداليات والتطور اللي بدأ يصهر في الفترة الحديثة بدأ تتطور في الصناعات وبدأ يبقى فيه معاهد متخصصة وبدأ يبقى فيه تحضير الادوية وبدأنا نقسم علم السيدالة اللي اربع علوم مهمين جدا نحن ممكن درسناهم كلنا في الكليات علم السيداليات او الفارماسيوتيكس وده بيهتم بتحويل المادة الكيميائية لدواء امن وفعال لحدة الجرعة والتصنيف والاشكال السيدالية بتاعتنا علم التاني علم الكيمياء السيدالية اللي بيهتم بيه الفارماسيوتيكس الكامستري وده بيهتم بحاجة مهمة جدا ان يربط الكيميا بالسيدالة وازاي يخلق ادوية جديدة لما يضيف مركب على مركب ويطلع الدواء دوت ويكون له دور مهم مثلا حاجة يبتشفي من مرض معين وبدأ ان هو يربط يخلق ادوية جديدة ويستخدمها في العلاج المختلف بعد كده نشأ علم الممارسات السيدالية وهو الفارماسي براكتس وده اللي ممكن احنا بالفترة دي مهتمين بيفادك وهو شغلين الشاغل هو تطوير السيدالة والممارسة السيدالية انها تكون بشكل فعال وبشكل يعني يكون افشنت مع المريض الحاجة اللي بعد كده وهو كان علم الاقربازين او علم الفارماكولوجي والذي كان يعني بالادوية وتركبها الكيميائي وبعدين في الاخر كان علم العقاقير الطبية الفارماكولوجي اللي كان بيهتم بالنباتات ومكوناتها وطرق زراعتها واشكالها المختلفة وازاي نستخدمها في العملية العلاجية والادوية كل اللي فات دوت كان نشأة السيدالة في العالم او العصور الوسطى وفي عصر الاسلام انا حبيت بصراحة اذكرها لي كل سبب واحد عشان احنا نتعلم فعلا والسيدالة ليه اصل واصلها عندنا احنا في حضارة الاسلام وحضارة المسلمين حبيت بصراحة من انا انوه عن اهمية فعلا ان احنا كلينا اثر في علم السيدالة عشان يكون اجزامبل او رول موضل لكل واحد فيه ان هو يتعلم فعلا ويعلم نفسه ويشتغل على نفسه كتير عشان يطلع في الاخر سيدالة المتميز ونشأة علم السيدالة نشأت في العالم الاسلامي في العصور الاسلامية فعلا اتمنى ان احنا يكون عندنا الرول او الدور بتاعنا الفعال اللي نقدر نقدمه في مهنة السيدالة في بعض الملخصات لكل المحادرة موجودة في سور الجداول هاختم بان احنا فعلا كلينا الرول ولينا الاصل فيه نشأة علم الادوية كعالم عربي وكعالم اسلامي ان شاء الله اتمنى تكون انت احد الناس المميزين في الفارماسي براكتس ودراج انفرميشن بروفاشنال اسفكوا دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة